اهم الارشادات قبل دخول قاعة الاختبار الحضور للمدرسة قبل بداية الاختبار بربع ساعة الساعة السابعة علما ان الاختبارات تبدأ الساعة السابعة والرب التقيد بالزي الرسمي وعدم الحضور للمدرسة بملابس تنافي الخلق الاسلامي النبيل نظافة الشعر وترتيبه ويمنع دخول كل طالب لديه قصات شعر مخالفة احضار الادوات الخاصة بتأدية الاختبار كقلم الحبر الازرق والذي يمنع استخدام غيره والحاسبة والمصطرة وأدوات الهندسة والمناديل اهم الارشادات داخل قاعة الاختبار التأكد من كتابة الاسم رباعيا وباقي البيانات المطلوبة عدم حمل الجوال ومن يضبط عنده الجهاز في القاعة سيحرم من تكملة اختبار المادة عدم تبادل ادواتك الخاصة بك مع زملائك عدم التحدث مع زملائك او الملاحظ وتمنع ايضا الاشارة عدم تغيير المقعد الخاص بك في القاعة كثرة الحركة توجب الطرد من القاعة عند الشعور بالتعب او الارهاق لا سمح الله اخبر الملاحظ بدون تردد عدم الغش او محاولة ذلك او مساعدة زملائك على الغش داخل القاعة ومن يفعل ذلك سيطبق عليه احكام الغش في الاختبارات مباشرة يمنع الكتابة على الالة الحاسبة او غيرها بما يتعلق بالمادة التي يختبر فيها ومن يفعل ذلك سوف تصادر منه ويحرم من تكملة الاختبار ام الارشادات خارج القاعة انتزام الهدوء عند الخروج من القاعة وداخل المدرسة بشكل عام وفي الاخير عند اي مشكلة تواجهك او اي استفسار سرعة الرجوع للمشهد الطلابي بالمدرسة قبل او بعد تأدية الاختبار مع كل الرجاء لكم بالتوفيق اشتركوا في القناة